عندنا الاشي التاني اللي وجود هون هي البمب. البمب هاي اللي هي اول اشي من فضل المي. اقل ما نوصل. ازا خلصت مرحلة الغسيل دخلنا الصابونة مع المي او بدون صابونة. بلنا نحرك. عمركم شفتوها كيف لا هاي تتحرك باتجاه وتتحرك بعكس الاتجاه. بس بلنا نتحرك بنفس الاتجاه. شو بسير? راح تضلها الملابس نكوم على بعض. بس راح تدخل المي بين الفراغات اللي بين الملابس. فلما نلوف باتجاه مثلا لفة لفتين لفة لفتين نتأكد ان المي دخلت ما بين الملابس. المي مصومي دخلت ما بين الملابس. فمنظرنا نلوف باتجاه نلوف بعكس الاتجاه. ازا المحرك اللي هون ايش لازم يكون عنده مقدرة? انه نلوف بعكس الاتجاه. لازم انا برعكسه. لازم انا برغير سرعة. لما بكون باخسر ما بمشي على السرعة تلالية. امت هاي بستعملها السرعة? بس بالتنشيف لما بدي اعصر. شيء لما لكن في البداية نحرك على سرعات مخاطرة. لما نخلص العملي جهاني. نكون غسلنا الملابس وجاهزين لفض المي. قبل ما اعصر مائدها معنا اعصر هي ملانة مي هون. ليش لازم اعني بالاول? بس شغل المضخة هاي من هون ما في بالف عفكرة هون. ما في بالف هون زي ما في بالف هون. هون ما في بالف. بس تشغل هاي المضخة راح يفضل مي منها. هون عندي مخسلة او بكون حاطتها في مسرف او اشي زي هيك بحيث انها تفضل مي الموجودة هون فرح تفضل هادي هاي اللي بتشغل المضخة المضخة راح تسحب المي اللي موجودة هون. ازا هاي المضخة عبارة عن بهاي الحالة بهادي الهوغر نكسترا هي برا عن سنجل فيز اي سي مودة. 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 بس خلصنا بس تشغله فترة كافية. كيب اعرف انه خضي وبطل في مي. ايش لازم يكون كمان فيه? كمان سنسر. اشتركوا في القناة